صعود النخيل مهنة محفوفة بالمخاطر لطلب الرزق رغم التقنيات الحديثة إلى أنها بقيت على تراثها القديم فلا زال الفلاح هنا يستخدم الفرود آلة الصعود التي يصل بها أعلى النخلة لجني الرطب بعد معاناة بالنسبة للنخلة صعود النخلة نحتاج إلى الفروت وهي هذه الآلة لحد الآن الوحيدة الموجودة عندنا يعني صارت تطورات كذا هاي بس احنا نعتمد على هذا الفرود الموجود اللي هو يعتمد على هي حديدة ويسمونا السفيفة طبعا هي هاي الآلة قديمة صحيح وبيها مخاطر كثيرة على الفلاح يعني داعية كانت طاحت مرة هنا ومرة انكسرت ايدي هاي وستشرب الفراش من وراء هاي الآلة مرات يصير من الفلاح إهمال طبعا احنا موسم الرطب يبدأ تقريبا من شهر الـ 15 سبعة هو هذا موسم الفلاح اللي هو يغتنم بالرغم أن البعض من الفلاحين يتمسك بها كأذ تركه لهم آباؤهم وأجدادهم إلى أن العشرات منهم تركها لقلة أجورها ومحدودية وقتها والارتفاع نسبة الخطورة بها التي أودت بحياة بعضهم جراء السقوط أرضا اللي يصعد عننا خلا نسميه حواي ونسبة الخطورة سيصير الشكل أكثر من 75% على الحواية أو أكثر حتى على الملاج مثل ما تقول ونسبة الحواية وما شكل ذلك نطي بالنص وحواية يطينا بالنص ومهما كلف الأمر هي راح تصير نسبة الخطورة أكثر وعندنا الفرود يشكل من شغلتين اللولي العفد اللي هو الحديدة والثاني السفيفة كانوا أهلي وأجدادنا يسوونه يفتلونا بيديهم موسم جني انثمار الرطب من النخيل هو منتصف شهر تموز وشهر آبة أجواء لاهبة لم تمنع صعود النخيل من تسلق نخلته أو كما أطلق عليها سيدة الأهجار مونة البدري الشرقية نيوز ذقار